اشتركوا في القناة الشطارة في الاستثمار المضمون والاستثمار المضمون مش كلامي انا كلام من ايام جددنا استثمر في الارض في العقار في الحاجات اللي احنا المعمنة الحاجات اللي بتزيد واحنا مغمضين عينينا وما فيهاش مخاطر ليه ما فيهاش مخاطر لانك وانت بتشتري انت بتطلع على كل الاوراق اللي انت عايزها فيه شركات والله العظيم ببحث ان انا كأني شركة معاهم وبفرح لفرحتهم ومن الشركات دي الشركة المصرية الشركة المصرية دي شركة شديدة الاحترام والحقيقة ما بتتعملش انها بتبيع للناس لا انها بتشارك الناس فانت مش هتشتري وحدة عندهم انت هتبقى شريك معاهم بنسبتك وحدة بقى اتنين عشرة زي ما انت عايز مش هتكلم اكتر من كده عشان المسؤول عن الشركة دي يكلمنا ويفهمنا معانا بشرفنا الاستاذ طاري اسماعيل مدير المبيعات والتسويق للشركة المصرية شرفتني وانستين شرف لي يا مده مناش حضرك انت عادرة بيني لا والله لا والله انا حابة بقى حقيقي سعيدة لما بلاقي حضرتك تشرفنا كده واقولك والنبي طميني الاخبار ايه فتقولي بفضل الله وبثقة الناس شركاءنا حتى انا بقولك شركاء قلت دي اه احنا متفقين انهم شركة مش ناس بتشتري بفضل شركاءنا احنا مثلا المرحلة دي خلصة ببقى في ممتها سعادة وسعادتي اكتر ان انتو ناس مضمونين يعني ايه مضمون شركات كتير لكن لما انا اجي لك وقولك من فضلك وريني الورق بتاع الترخيص فانت بتديني ورق الترخيص وورق الملكية وتقولي من فضلك روحي محافظة البحر الاحمر روحي واسألي ومجلس المدينة فانت لو انت انا ببطني بطيخة صيفة انا بشتري وفكرة اني شركتك سبيل انت هتشرح حالنا بعد نتكلم الاول برضو على الشركة المصرية ونشاطها وتفهم يعني ايه شركتك الاول انا عاوز اشكر حضراتك لان في فضل ربنا ثم في فضل حضرتك وحب المشاهدين لحضرتك الحمد لله احنا كلصت المرحلة الاولى من المشروع الجديد مارسى بيتش اللي احنا كلمنا عن المرة الفات لا الله مصد على ايه شاء الله تبارك الرحمن والله بتفرحي والله بتفرحي لان منفعت الناس شيء مهم والان فعلا احنا كنا بنلوم اهلين يا ريتك يا بابا اشترت لنا مش عارفة فين فانت دلوقتي النصحين اللي هما بنات البلد وبنات البلد اهم لان انت اللي في مصروف في ايدك ولاد البلد والله من مصروفك هتشتري عقار يعني لو تحبأتي ودبأتي شوية كده وركزت من انت تشتري حاجة لولادك هتحويش فيها فلما ابنك مثلا يبقى عنده خمستاشر ستاشر سنة يقولك ايه ده ما انا متشكر قوي انت جايباني مكانة استمتع فيه وانبسط وعز مصحابي فيعني احنا الاول للشركة مصرية احنا من 2005 فصول مصري الحمد لله عندنا اكتر من عشر مشاريع في مدينة مرسى عالم سلمنا منه مشروع كينزي هاوس كينزي هوليدي المول التجاري اول واكبر مول تجاري موجود في مدينة مرسى عالم في وسط المدينة بالاضافة لمرسى بلازع بالاضافة لمرسى ادريس اللي هو كان قبل مشروع مرسى بلش اللي نتكلم عنه النهار ايوة مرسى ادريس ده كان مشروع كمير جدا الحمد لله ده كان مفروض تسليم المرحلة الاولى 1.8.23 يعني بعد سنتين من اول اللي قامنا مع بعض ده النهاردة تسليم مرحلة الاولى في 1.3.23 ان شاء الله هيتسلم قبلها بخمه شهور قبل ما عاد التسليم بخمه شهور يا ماشاء الله احنا قديم نصور الناس عشان الفرحة يا احنا شفنا البداية نشوف لازم الناس تشوف احنا عملنا ايه والمشاريع بتاعتنا السبع ايه مش بس المشاريع بتاعتنا ان انت بتنتلك عقار انا هأم حاجة شريك شريك يعني حضراتك بتكسب معي احنا بنعمل كده معلش يعني التكب على حتة دي طيب انا بشتري عندك يعني وحدة فانا شريكك يعني نكسب احنا اللي اتنين فهمني زي اكسب طيب الاول احنا بنبني الفندق بنبني الوحدات الفندقية بيستلمها بالفرش بالاجهزة بالتكفاءة بكل شيء انا هشتري من عندك شليك واحدة فندقية مفروش او وحدة فندقية يعني مش شليكنا اصفة واحدة فندقية مفروشة بالظبط اجهزتها تكيفتها فرشها هروح اخذ المفتاحة خلانية بالظبط والناموذج موجودة عندنا في الشركة اللي بيستلم به هصوره انا بقى وانا مشتري علشان يبقى عاية مستند حضرتك تمضيلي عليه ان انا هستلم زي الصورة دي بالظبط هو ده اللي احنا بنعمل بنعمل ايه بنقجر الفندق طب بنقجر المين مدينة مارس عالم الجميل فيها هناك في حاسبها منجم السكري منجم السكري ده تعدهت اللي شغالين فيه كله اجانب يعني معظم من الشغالين فيه اجانب مش مصريين طب الاجانب دول عاوزين يعودوا في مكان يكونوا فيه لا مش مهندسين مصريين انا عرفت مرة اه فيه كده فيه كده يعني لو مهندس مصري عايز يجي اخد وحدة عن المال ده منجم السكالم عجارين الفندق بتاعتنا ليه للاجانب دول فانت استثمارك طول السنة انت مش وقت السف بس رد لله جاءت الكورونا جاء اي سبب ما بقولش استثمارك راح لا ده ناس موجودين مكيمين فطول السنة انت استثمارك موجود ده الجميل في مارس عالم انت استثمارك كل ستة وسبعة وثمانية وبعد كده طب ثانية واحدة ممكن كده واحدة نصحة من اخواتي اللي عاديل في الوقت تقول لي ايه ده كلام بيع تمام وانا ايش ضمنني انه هيأجر لي الوحدة بتاعتي طول السنة طيب اللي يتمنى لها ان هي ملكة وحدة العقد اللي بيني وبينك نفس الكس نعمل عقد استثمار بينهم وبينها بالاستثمار بتاعك بالإيجار بتاعك بالاتفاق اللي احنا اتفاقنا عليه طب ما انت سانية واحد برضو اختي هنا في سانية تقول لي يا سلام منا ممكن بعد ما استلم اقول له يلا نتعاقد عشان خطر استثمر معاك فيقولي لو الله ان ارجعت الكلام بصة حراك مفيش حاسبه رجعت الكلام لسبب احنا قلنا ان احنا بنبني اسم بنبني شركة لا انا بنش فهم منا جايلك هون منا جايلك برضو مينفعش امضي العقدين مع بعض لا ليه لان النهارة لسه في حاجات استلام فوري دي بتمضي وقتها لاني موجودة العلم موجودة لو انا العلم موجودة وماضيت واستلمت ونفس الوقت قمضي معاها على الاستثمار لما حاجة لسه بتتبني ما ينفعش ان انا عملك كده يبقى انا بصح يبقى انا ايوة العلم مش موجودة طب هأجارك صح يبقى اهلا بنتحك على بعض صح لا النهاردة الشركة المصرية الحمد لله كل فنادق النسبة الاشجال فيها 100% ولو سأل عن في مرسى كل منجم السكري الشجالين عندنا لان احنا الوحيدين اللي في وسط البلد لان طبعا مناكست نصحة وانا بشتري برضو هفهم كل التفاصيل وإيه المانئ ان انا اخد بعدي واروح بزرع والإميليات كمان اللي موجودة عندنا بتاعت منجم السكري بتثبت الكلام ده كله وحقها والعمل اللي قبل كده اللي بستلموا اجارات مننا والعمل اللي قبل كده اللي استفادوا معانا ده مش اول عميل انت حركت بالنسبة لك بسادس مشروع بالنسبة يعني في خمس بشاريع وفي عملة قبل كده واستلموا اجارات فممكن اسألهم والاستثمار ده كمان مكسب لي قبل ما يكوننا حضرتك سانية واحدة سؤال برضو معلش لو انا حضرتك زميلتي صاحبتي النصحة دي اللي عادة بتسأل كده طب ما خلات نام شوية اه لك انا معانا نادي هتشتري كتير فقالت ايه خلاص انا تعقدت وخدت العقد بكاي وخدت نصح من اللي مش عارفة اللي ايه وهي نصحة بقى في التخول ايه حاجات تمام وجات ساعتها بالفرد كده انت ما عملتش معاعد هل مش من حقها هتأجر زي ما عايزة طبعا لأي حد طبعا انا بساعدها ايوه ده الوحلة بتاعتك انا بساعدك فيها هداك انت مش عارفة تأجرها دلوقت لا الوحلة بتاعتك دي انا بأجرها لك او حركة بتأجرها زي ما انت عاوزة مفتاحها بجيبي اللي اجمل من كده ايه بقى لها لا بديتكلم فيه ان خلال سنة ونص سنتين القطر السريع هيكون وسلمارسة عنا ايوه يعني النهارة كانت مشكلة مارسة عنا من هي بعيدة مع ان فيها اثنين مطارين دوليين بس النهارة حضرتك في ثلاث ساعات بالقطر السريع هتوصل جوه وسط مدينة مارسة عنا لك هلا حضرتك ليلى بقى تبقى بكار في الصيف اللي لا تبقى المستثمرين بقى المطورين العقرية زي حضرتك بيستغلوا الحاجات دي يروحوا مزودين الاسعار بصي هم زيادة اسعار انت عارفة حضرتك احنا بنبيع من جير مقدم خالصة من ابناء ايوه انا عارف كل شغلنا هو استشهري لمدة لمدة عشر سنين على اطول فترة يعني انت كشركة تقريبا الشركة الوحيدة اللي ما بتقوليش ايه هاتيلي الاول عشان عشرة في المية دقي نفسك دفع لك مثلا بتاع 700-800 ألف جنيه في البدايات كده معنا مش معايا دول طب فيه فرصة ان انا استثمر ويبقى عندي وحدة زي زي غيري وانا ما عنديش اللوكة الكبيرة دي بس اقدر اتفع قصد شهري قافي انتو الشركة الوحيدة اللي بتاعمل الحمد لله لان احنا بنبقى بنيين المشروع قبل ما نبيع يعني المشروع اللي احنا بنكلم عنه مرسبتش احنا بنين 40% فيه يعني مش باشتري على ورق مش رسومات يعني رسوماته موجود لا انا فاهمة يعني رسوماته انت لسه مابتدتش بالزبط لان معظم الشركات انا بروح اشتريه ورق لو رحت المكان نفسه وشركات كبيرة ما بلقش مدقوق فيها مصمار بالزبط كده انت عندك بنييني 40% ده انا مش بابني بفلوس العميل احنا كله بنعمل احنا بنبقى بنييني الاول والعميل بيسعيك بيبقى شرك معايا ده مرسبتش اللي احنا بيتكلم عليه ده اللي لسه لقى المشروع عن الاجتماعي ده مبني منه 40% بس هيبقى هو ده الفايلة للنهائي بتاعه ايوه ده عبارة عن حمامات سباحة عبارة عن هاوس كيبي روم سيرفز ساونا جيم جاكوزي كل الكلمات الفندوقية الخمس نجوم ورسيبشن موجودة هناك مطاعم كفاءات كل المعايزات طب افاق المرضو سؤالي انا باشتري الوحدة من شرط اشترك في كل الانشاطة دي لان دي بمقابل يعني هل انا مجبرة اشترك في الساونا والجاكوزي لا خالص انت حاضر بمجرب ما بتبقى عاملة معايا بتاكي المميزات دي ما خدها ازاي فريق طبعا استنى استنى انت متحذر اه جد الحاجة الوحيدة اللي بديكي خاص بالمطاع امو سيدك استنى باس ما تفوتش كده حكاة يعني انا اما باشتري وحدة فندقية عندك حضرتك معلش يعني انا اسفة في السؤال في هاوس كيبنج هينضفولي اه طبعا احضرتك تراحل وحضرتك تشتفع مقابل تنظيف لا 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 انت النهارة ملكة الوحدة دي كمان فانا بد ما هو ده فرد بين الفندق والشالي بقى حضرتك لما تمتلكي شالي انت بتعمل كل حاجة امتلك وحدة فندقية بطلب برضو من القرية اللي انا فيها انهم يجوا نضفولي بس بكذا بالزبط اللي تشارج يعني مبلغ اقول لا انا نضف بيدي احسن لان انت جوا شالي انما حضرتك انت جوا فندق فالفندق ده انت بتجد كل الخدمات يعني حروحا بسط انا وولادي برضو ودهي تتنضفلي بالزبط طبعا وكل اللي حضرتك بنقوله ده ده باستشاهري طب استعنا انت حضرتك في عندك هم طعم حلوة شايفين اقول هل ليه نسبة خاص؟ هل ليه نسبة خاص؟ اه طبعا لان حركة ملكة الاونر عندي او شريكي بيأكل نسبة 50% خاص مع المطاعة والله العظيم اه طبعا ومش ملزم ان هو يأكل في المطاعة ماشي لا انا عايز يا سيدي انا عايز اكل في المطاعة بسط انا وولادي اللي عايز يطلع نفس ده موجوده في خاص وخاص 50%؟ اللي عايز يطلع في الواحدة بتاعته اه خاص ب50% على المطاعة لانه مالك طب عليش هل ده موجود في العقد؟ مع كل الحاجات الخدمات ده كلها انت بتاكد حاجة اسمها ملحق للتعاقد ايوة ملحق للتعاقد موجود في كل الخدمات اللي موجودة وموجود في كل الكلام معلش انا بسأل كتير؟ لا ده حق لا وليك حصة من الارض كمان انت مش ملك انت كل مرة ايه بقى يا فندم ليه انا بشتري الوحدة بتاعتي وليه حصة من الارض؟ حصة من الارض انت مش حق انتفاءة طبعا طبعا ده ملكية حضرك انت ملكة حصة في الارض ده مش حق انت فيها ده ملكية من الاضافة بتاكد حضرك صورة من عقد ملكية الارض محافظة البحلح بتاكد صورة من التراخيز بالكامل لانها طلع بتاكد صورة من سجل التجاري وصورة من البطاقة الضربية ده احنا عمد الله شركة سابتة ولينا سجلية واحدة معرفين مش عارض الكلام ده كله بتاكد مع الطاقة معل هو ايه استشاهري بس للأسف زي ما قلنا المرحلة التانية النهارة ما نمناشوها هيبقى فيه زيادة على الساعة بان كل مرحلة دي زيادة لا 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 ثانية بقى معلش يا أستاذ كريم يقولك تعالي بالكاميرا عشان هنتخارق دلوقتي دي بس لا انت حضرتك يعني انت بتحب جدا مشاهدين بنت البلد طبعا ومعلش لا بقضل ساعتك جدا اه يا فندم التقدير ده مترجم يعني حضرتك يعني انت عملتنا خصم اه جميل المرحلة اللي فاتت وكتر خير ما تجيش ما قال اسبوع تتعالي علي لو صبحت عشان خطري يا مجلس الإدارة الله يبرك لكم يعني معلش المراضي اديني فرصة المراضي بس يعني يعني لو حضرتك جدا المراجع زود حتة بس ارجوك عشان الناس تبقى عندها يعني عملا اقوله مميزات فما تجيش اقول مميزات ورحب زودة يعني معلش طيب احنا كنا سعر كامل وراء اللي فاتت احنا كان في عرض خاص على عشر وحدات مدول خلص أربعة تلاف عشان اقول لهم بدل ثمان تلاف جنيه يا فندم وبعد ثلاث سيال وكان الواحدة خمسة وتلاتين متر صاحبتي اتصلت قلت له خلاص بالضبط كده حصل يا فندم احنا بقى هعمل خيات جديدة عرض جديد خالص فضل احنا النهاردة المساحات تبتدي من خمسة وتلاتين متر ثلاث سنين تمام حضرك هايبقى المفروض الاسط الشهري بتاعها تمن تلاف جنيه بالعرض بتاع حضرتك ايوة انما بعد كده هيبقى اكتر بس بعد كده بس المراض المراضي اكترون لساعات لكم مشاهدين لنا حضرت الله يخليك شوك للمجلس الادارة يعني معلش المراضي بس وهنعمل العرض برضو اي عدد هيجي بكرة اي عدد هيجي بكرة اي عدد اي عدد مش عشر بدل من تمن تلاف هيبقى اربعة تلاف جنيه في الشهر في الشهر لمدة عشر سنين بس استنيني بقى الفضل مشانتين قولها براستاك يا جماعة انت هتمتلك وحدة شالية تمنوا اربعة تلاف جنيه في الشهر لمدة عشر سنين بكرة بس بكرة بس والفرص والله في لساس مرة عقاري يعني اللي يلحق يعني انا شخصيا بندم لان كانوا الناس دول معايا من فنتين وكانت الارقام طيبة جدا فارجوكم فرصة يوم واحد بس اللي هيروحوا بكرة مش عشر بقى افراد لا ايا مكان العدد ان شاء الله خمسمائة بني ادم حيتعاقد بكرة بكرة يروح والارقام التليفونات هي عشان تعرفوا العنوان فين وياخد معاقبطقته ويتعاقد يروح وواخد معاقبطالاف جنيه بس وهيمضي التعاقد واخد اوراق ملكية حيمضي التعاقد واخد اوراق ملكية ويدفع اربع تلاف جنيه اول قصد وكل شهر يلتزم بانه يدفع القصد اربع تلاف جنيه في الشهر لمدة عشر سنين الاربع تلاف جنيه نهاردة ما نهوش ايمة والله العظيم مليهم ايمة وبيطيروا فما بالك بقى الاربع تلاف جنيه دول بعد سبع طفل سنين انت يا بني هتبقى بتدفعهم كأنك نازل للسوبر ماركت ارجوكوا استثمروا في العقار ومع الشركة المصرية لانها حقيقي ناس انا يا ربي كتر من امثالهم في سوق العقار المصري يعني والله العظيم ما في ما في ارخص من كده وحتروح بنفسك تشوف الحوحدات اللي تسلمت في المراحل السابقة هتطلع على الاوراق وتاخد نسخ منها عايز تروح تسأل روح اسأل براحتك اربع تلاف جنيه روح بكرة ومعاك اربع تلاف جنيه وشجعوا بعض وزرقوا بعض واللي يقولك لا تمنا اصل ده والله العظيم وحتندمه يوم واحد طب بعد اليوم ده ما يخلص هيبقى بكام بقى يعني السعر نفسه يعني هيبقى عشر تلاف جنيه مش تامن تلاف احنا قلنا ده المرحلة التانية فالسعر بتاعنا عايزين ده كمان واحد فعرض خاص بالاضافة ان السعر مش زودتوش اكرام من ساعدتك والمشاهدين تمام انا بس عايزة برض اوضع حاجة ان انا بقوله اربع تلاف جنيه ما يسووش حاجة ده المهتمين بالاستثمار العقاري لكن الجنيه بالنسبالي يسوى يعني يعني لو انا مش عايزة استثمر انا لا الجنيه يسوى والجنيه لو ايه ما بالنسبالي خمسة جنيه ايه ما عشر لكن انا بقول الناس اللي عندها تمام بالاستثمار اللي عايزة تعمل حاجة لولدها اللي عايزة تعمل حاجة تباها بعد كده وتكسب فيها يعني انا بتكلم الاخواتي من الفادي لكن فوق دماغي الناس يعني مش عايزة تستثمر فانا عشان كده بس بقول جملة عشان محدش يطلع يقول ايه دي ناش و بتقولها 4000 مان هونش لازمة هونش لازمة عند المستثمر او اللي دماغه عايزة تستثمر او الحد الموظف هو امراته هو بياخد 5000 جنيه و امراته 5000 جنيه لو انا امهم هقول له 4000 جنيه روحوا استثمروا ومشوا نفسكم بالموجود فايه انا بقصة عشان كاني بيبقى واضح فرصة يا ولاد والله العظيم وفرصة يا اخواتي يا ليفساني اسمعوا كلامي والله الواحد ندم كانت فرص عظيمة قدامه كده راحت هبولي عدريك مش محتاجة بتوضعها مادام ناشوة معروفة ايه هي ومادام ناشوة معروفة ايه هي ربنا العالم انا بشوف والناس بتجي لي وعارف مادام ناشوة محبوبة ازاي للناس و بتقدر حدريك ازاي يعني حدريك من الناس العظام بجلد عشان انا اختهم وزي حالتهم والواحد عايز يعمل حاجة للعيال انا متشكرة على الاوفر العظيم ده بكرة تاني باكت ارجوكوا صوروا بالموبايل ارقام التلفونات هي عشان تتصلوا وتروحوا بكرة فرصة 4000 جنيه في الشهر ما تروحش ب300 400 ألف جنيه مقدم هم 4000 جنيه بجيبك روح امدي عقد وخد اوراقك والدنيا تماما بشكر حضرتك ومنسي جدا انك استجبت ان احنا ما نزودش سعر المرز المرز جايز ازود بردو نونور حتى اصغرنا شكرا يا فعلا للأسف الفقرة خلصت والحلقة كمان خلصت استنيني دايما على صدى البلد وبهد البلد سلام عليكم